أعربت مصر عن بالغة عزيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في ضحايا الفيضانات جرى الأمطار الغزيرة في قريتين بمقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد والتي أصفرت عن مئة الضحايا والمصابين والمفقودين ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين مؤكدا تضامن مصر مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا المصاب الأليم